موسيقى مشاهدين أهلا بحضرات عندنا انتخابات رئاسية حدث مهم بيستنى كل المصريين انتخابات هتم خلال الأيام القادمة هي 10,085 لجنة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية واللي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف تيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاق بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ على سلامهم طيب مهم جدا نعرف مين اللي ينفع يترشح لانتخابات رئاسية أو رئاسة الجمهورية خليك مركز جويس جدا معايا في هذه الشروط أولا لازم يكون مصري لازم والديه كمان يكون مصريين ولازم كمان يكون ما شلش قبل كده أو حاليا أي جنسية أجنبية لا هو ولا والدي ولا زود تاني شرط أنه يكون حاصل على مؤهل عين أصحاب الدبلومات والدراسة المتوسطة وشهادات محو الأمية مش من حقهم الترشح لهذه الانتخابات تالت حاجة أنه يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية لأن في بعض الأحكام القضائية بتسقط من على الشخص أو بتسقط من على الشخص الحقوق المدنية والسياسية ولا يحق لي أن يترشح أو أن ينتقد كمان ما يكونش اتحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمان طب الناس بتقول ممكن ياخد حكم رد اعتبار هل ينفع يترشح وقته؟ الإجابة هنا بتكون لا لا يحق لي الترشح لأن النص واضح وصريح وهو ولو كان قد رد إليه اعتبار رابعا ومعروفة أنه قد يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفية منها قانونا طب اللي تهرب من الخدمة العسكرية وقيدة ضده قضية عوق بعقوبة سواء الخبس أو الغرامة هل من حقه الترشح؟ الإجابة أيضا لا طبعا ليس من حقه أن يترشح لهذه الانتخابات خمسا إنه ما يقل السنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية وكمان كون اجتاز الكشف الصحي ما يكونش مصاب أي مرض بدني أو دهني بيؤثر على أداءه لمهام رئيس الجمهورية طب لو ينطبق عليه الشروط دي واللي بتنطبق على ملايين المصريين مين يستحق الوصول لهذه المرحلة وده اللي بيوصلنا لسادسا سادسا مطلوب إيه علشان تتقدم أو تتقدم به للبرلمان المصري إنه يزكي المترشح 20 عضوة على الأقل من أعضاء مجلس المواد طب لو ما عندوش حلفاء في البرلمان يدولوا هذه التسكية لازم يؤيدوا ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بس فيه شرط مهم جدا هنا وهو إنه يكون بحد أدمن ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تسكيل أو تأييد أكثر من مترشح هي دي شروط الترشح للرئاسة اللي أعلنت عنها الهيئة الوطنية الانتخابات لازم كلنا أن نكون حارسين على متابعة أخبار الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها بكل تأكيد احنا مستمرين في تقطيع أخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع تظهروننا دوما في المزيد وإلى اللقاء